موجز الأخبار من يمن شباب أهلا بكم أعلن الجيش الوطني عن تحقيق قواته تقدمات ميدانية في جبهات محافظة مأرب والجوف والضالع وذلك عقب مواجهات مع ميليشي الحوث الإرهابية خلال الساعات الماضية وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة العميد الركن عبد مجلي إلى تحقيق الجيش انتصارات كبيرة في جبهات هيلان غرب مأرب واجب المراد ورحب جنوب المحافظة وقال إن تلك الانتصارات تضاف إلى الإنجازات التي تم إحرازها على تخوم مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف والمكاسب الميدانية في القطاعات الشرقية والشمالية والغربية من جبهة مرئيس وباب غلق بمدرية قعطبة في الضالع أغلقت ميليشي الحوث الإرهابية عددا من المساجد في مديرية سنحان التابعة لمحافظة صنعاء وأجبرت الأهالي على سماع خطوتي الجمعة في مساجد يأمها خطباء موالون لها يحرضون فيها على القتال ضد الحكومة الشرعية وجيشها الوطني وقالت مصادر محلية إن قيادات حوثية من أهالي مديرية سنحان عمدوا أمس الجمعة على إغلاق عدد من المساجد في المديرية وذلك بعد أن عزف السكان عن ارتياد مساجد يأمها موالون للميليشيا بسبب تحريض الخطباء الحوثيين وخوفا على أولادهم من الفكر الحوثي الذي يركز على نهب أموال الناس تحت مسميات الخمس ويستعبد الناس من خلال الترويج لفكرة الولاية كشف تحالف نساء من أجل السلام عن عدد النساء المختطفات في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية وقال إن العدد يتجاوز ألفا ومائة حالة بينها مائتان وأربعة وسبعون حالة إخفاء قصري وفي إحصائية جديدة له قال التحالف إن من المختطفات مائتان وستة وأربعون امرأة تعمل في المجال الإغاثي مشيرا إلى إفراج ميليشيا الحوثي عن ثلاثمائة وواحد وعشرين مختطفة أو إحدى وعشرين مختطفا في حين أو مختطفة في حين وثق واحدا وسبعين أو إحدى وسبعين حالة اغتصاب لمختطفات من قبل مشرفين حوثيين وأربع حالات انتحار قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك إن اليمن تعاني من تمرد جماعة عنصرية لا تؤمن بالحوار كأساس لحل الخلافات في إشارة منه إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وأضاف خلال افتتاح مؤتمر نموذج محاكاة الأمم المتحدة الأول في اليمن الذي تستضيفه مدينة المكلة لمدة ثلاثة أيام أن ميليشيا الحوثي اختارت العنف والحرب كوسيلة لفرض أهدافها على أبناء اليمن وفي سبيل ذلك حشدت الأطفال إلى المتارس بدلا عن المدارس وتعملوا على تغيير المنهج الدراسي لتلغيم عقول الأجيال بثقافة الموت والتطرف بدلا عن الحوار والسلام قررت منظمة لجنة الإنقاذ الدولية تعليق نشاطها في مديريات المنطقة الوسطى في محافظة أبيان إثر نهب وتقطع مسلحين محليين مجهولي الهوية لسيارتين تابعتين للمنظمة خلال الثلاثة الأسابيع الماضية ولم تحدد المنظمة موعدا لاستئناف أنشطتها غير أنها أكدت عودتها إذا نجحت الأجهزة الأمنية في المحافظة في تأمين تحركات موظفيها وعمالها نهاية المجز دمتم ودام اليمن بألف خير إلى اللقاء